ولأن الاستقرار العراقي تكامل اقتصاديا وأمنيا وسياسيا أكد القياد يو في الإطار التنسقي جبار عودة على ضرورة الانتباه من خطورة خلايا داعش النائمة في صحراء الأنبار خاصة وأن تحركها الأخير في ناحية كبيسة يأتي من أجل إثارة الفوضى وخلق أزمة أمنية جديدة وكانت مفارز أمنية مشتركة تعرضت لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في أطراف كبيسة ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحة من منتسبيع الجيش والحج الشعبي إلى ذلك تحدث عضو لجنة الأمن النيابي النائب أحسين العامري عن استراتيجية لتأمين حدود العراق مع دول الجوار تمنع انتقال التوترات وعمليات التهريب بالإضافة إلى تفادي استغلاي أي فراغات من قبل جهات خارجية لخلق حالة عدم الاستقرار خاصة مع ما تشهد منطقات الشرق الأوسط من أحداث